بسم الله صلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم معي في فيديو جديد غاني نديروه على الاحتياجات دينا من اليوم الاول من رمضان من بيم احتياجات اللي غاني نخصونا صلايا لضرورية تيموما عندنا القرآن الكريم هذا شهر القرآن عندنا تسبيح صغير عندنا تسبيح كبير على هادي الشكل تفاصيل ديال كل حاجة ما غتلقوها في وسط الفيديو يعني تبعوا معي الفيديو باش نعطيكم التفاصيل ديال كل حاجة غنحتاجوها ابتداء من اليوم الاول من شهر رمضان عندنا هاد الصلايا اللي كتتحل على هاد الشكل وهي من بين اسرار ديال هاد الفيديو عندنا الكورسي اللي محتوطة عليه الصلايا غالي نوريه لكم في وسط الفيديو عندنا هاد الكورسي اللي كيحتاجوه اه رجالو للعيالات اللي ما كيقدروش يوقفوه بزاف صلاة اول حاجة غنبدو بها هنشرح لكم على هاد الكورسي اللي كيحتاجوه الناس اللي كيمشوه للجامع كيبغيوا يقرؤوا القرآن ولحته في الدار يعني غادي يحتاجوه هاد ومريح للدار عدنا هاد صلايا اللي وريتكم اللي كتتحل هنوريكم طريقة كيفاش كتتحل وكيفاش كتتسد راه طريقة بسيطة وهاد صلايا عملية جدا وغنحتاجوها خصوصا الناس اللي كيمشوا للجوامع والتراويه بعد المرات كالقوا الجامع عامر ومكان توفرش لنا البلاسة في نصليو يعني هاد صلايا عملية جدا وخفيفة وبسيطة في الحلان ديالها وفي ستان ديالها هانتم ما شوفوا معايا كيفاش كتتحل وبالنسبة كيفاش نجمعها ساهلة وبسيطة هاد سجادة ليقة للرجال والنساء يعني عملية جدا وكيم ما وريتكم كينا سجادة دوك اللي خفاف لول ديال الفيديو هادو كورا هم توفرين هانتم ما راها خفيفة في الهزام في ها واحد جويب اللي يمكن لك تحمل فيه تسبيح ديالك ولا تتيمو ما الناس اللي كي تتيمموا ولا صاشية تدير فيها سني ضيلت كلها سبيبت يعني زيما صراحة عملية جدا من بين الحويجات اللي غادي نحتاجوا في هاد الشهر الفاضيل تسبيح تسبيح للأذكار عندي ها تسبيح اللي وريتكم في الول الويديو ورا تسبيح اللي طويل مصنوع من عود الصليب وهي نوعية جيدة جدا للتسابيح انا كي عاجبني بزا في صراحة كنستعملوه في الأذكار الطويلة بحل استغفار صالت على النبي الناس اللي كيدوزوا الأوراد ديالهم اليومية يعني ها تسبيح غاي ساعدكم بزا عندنا ها التسبيح اللي هي صغيرة تقريبا فيها 33 حبة كنستعملوها خصوصا مورة الصلاوات كندوزوا بها الأذكار ديال باقيات الصالحات بالنسبة للبخور غاني كيتوفر عندنا هاد النوع ديال بخرات عندنا هادي اللي كنستعملوها بالحجرة عندنا هادي اللي كتستعملها كتستعمل فيها دوك الفتيلة باش كنشعلو الفاخر يعني التهيئة عملية وبسيطة كينه هاد الشكل حتى هو كيخدم بالفتيلة المبخرات كينين أنواع وأشكال يعني استعملو اللي توفر عندكم المهم غير رائحة طيبة في اللول ديال شهر رمضان عندنا هاد المبخرات اللي كتلكم كتخدم بالحجرة أنا كتعجمني بزف صراحة بسيطة وسهلة ويمكنك تخدم فيها بأي بلاصة يعني حتى في طنوبيل ديالك يعني شكل اللي يزوين بزف عندنا البخور عندنا هاد البخور ديال العود بالنسبة لها التسبيح عندي هاد الشكل ديال التسبيح اللي يمكن لك تحملو معاك النهار كامل هو فيها الحبات دياله تقريباً غادي تكون فيه واحدة عشرة ديال الحبات وكتكيتحل معاك وكيتسد في نفس الوقت يمكن لك تعزل كل حباب وحديتها عندنا المسك اختاروا اللي نوعية جيدة يعني انا ما غنقول لكمش حتى انا عندي بزاف ديال الاشكال غنوريه لكم من الداخل دياله كيفاش شكل دياله كيكون على هاد الشكل عندنا لباند دكر هو من انواع البخور اللي كي يعطي رائحة طيبة استعملوا اي نوعية بغيتوا وتوفرات عندكم هاد العود بالنسبة لهاد المريشا كنديروا فيها المورد والمظهر وغالي نحتاجوها في هاد الشهر الكريم خصوصاً من كي جوا عندنا الضيوف وهاد الشهر معروف بموائد الرحمن ان هاد مجموعة ديال العطور فيها الرجالية ونسائية انا غنوريكم اللي توفر عندي ما كانش اشجحت مركة يعني اللي عجباتكم واللي اللي راقت لكم وبغيتوا تعرفوا انا مني حصلت عليها خلوا لي تعليق في صندوق الوصف غادي نقول لكم مني نخديتهم فيهم رائحة طيبة هادو ديال المسك الاسود وهادو مزيج ما بين العود والعنبر يعني هما زمان مركة زوينين وفيهم واحدة رائحة زكية وطيبة ما شاء الله خصوصا ان انا كنمشيوا التراويح كنمشيوا الصلاة للناس اللي كنمشوا يصلوا في الجامعة على طول النهار يعني رائحة طيبة ضرورية كيف ما قلت لكم انا ما كانشجحت مركة المركة اللي عجباتكم وبغيتوا تساءلوا على البلاطة فينا خديتها خلوا لي تقليق وانا نخدي لكم منين خديتها بالنسبة للناس اللي كيعتكفوا في المساجد كيحتاجوا كين الناس اللي مراد يعني ما كيتوضاوش كيتيمموا اغلبية الوقت ما ينسوش تيموما ديالهم يعني ديوها معاهم كين عدناها النوع ديال تسبيح يعني باش كتدوز الاذكار عدنا هاد هاد راح كنت قلتها لكم في الول ديال فيديو الاذكار الطويلة مصنوع من عود الصليب هاد شكال اللي قلت لكم الاذكار القصيرة عدنا نعود الارك لرائحة الفم هو ضروري خصوصا مورا الافطار كمشو نصلي وتراويح يعني غني نحتاجوا لي من بين الاحتياجات اللي غدي تكون اللي ضرورية كنتمنا لكم رمضان مبارك سعيد يدخل عليكم بالصحة والسلامة عليكم وعلى وليدتكم وعلى جميع المسلمين وعلى الأمة الإسلامية السلام عليكم اشتركوا في القناة